اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يوم من من انت القرم كلمة قرم هل تشمل القرم الضيافة او قرم المادي ام هي قرم الاخلاق لذلك حرفت اليوم بعنوان القرم ابقوا معنا اعزائي المشاهدين حلقة اليوم بعنوان القرم بس في البداية نحب نرحب ضفنا العزيز الاسيس ناصر الله اهلا بحضرتك اهلا حلقة اليوم عن القرم القرم كلمة جميلة بس ليها معاني كتيري اسيس هل هي قرم في الاخلاق ولا قرم في الضيافة ولا قرم مادي ممكن توضح لنا المفهوم بكلمة قرم الحقيقة كلمة قرم هي كلمة غنية جدا لانه هي اكبر من عطاء لانه نقدر نقول بالزبط تحديدا انه القرم هو العطاء بسخاء لانه قرم يعني مش مجرد عطاء لكن كرم يعني عطاء بسخاء وكرم بمعنى ليس عطاء ماديا فقط ولكن امور عديدة في حياة الانسان يمكن ان تسمى كرم فالاخلاق الطيبة هي كرم خدمة المصالحة هي كرم خدمة الاعالة او المساعدة او مساعدة الارامل مساعدة المحتاجين كل هذه الامور بتندرج تحت كلمة كرم وعلى فكرة يعني احنا الكرم مش مقتصر علينا احنا كبشر او بيخرج مننا احنا كبشر لانه احنا بناخد من كرم الله ونكرم الاخرين فبيبقى بناخد برضو من صفات الله ونتحلى بصفة الكرم لانه الله اله كريم فهو بيمنحنا من كرمه عطايا وبركات ونعم كتيرة ومن هذه العطايا والبركات والنعم بنفيد احنا برضو على احبائنا فبيبقى بيتحقق هنا الكرم الحي بس ده كرم مادي طب بالنسبة لكرم الاخلاق كرم الاخلاق انه يكون الانسان كرم بمعنى شيء كتير يعني فاذا كانت الاخلاق كتير عند الانسان مستوى الاخلاق عالي جدا عند الانسان يقولك فلان ده اخلاقه عالية عالية بمعنى يعني كتيرة يعني الصفات والخصال الطيبة كتيرة عند هذا الشخص متعددة عند هذا الشخص هنا بنقول عليه كرم اخلاق ليه لانه الاخلاق عنده عالية معانيها أو مفرداتها متعددة كتيرة فهنقول مثلا على طالب ده مجموعه عالي مجموعه عالي يعني مجموعه كبير فالكرم شيء يعني بيندرج تحته كل الصفات الطيبة في الإنسان كل الأخلاق الطيبة والمعاني الطيبة والشام الطيبة كلها بتسمى كرم طيب لو كرم الضيافة نقول عنه ايه كرم الضيافة أمر واجب طبعا والله بيأمرنا ده بإنه نكون كرماء أو مصادفين أحباءنا وعلى فكرة كرم الضيافة لا يندرج تحت بند المساعدة أو لأنه ممكن نكرم شخص ضيف هو مش محتاج ولا حاج لكن من الواجب إنه نكرمه منواجب إكرامه لأنه ضيف لأنه هو في مكانة عزيزة لنا فهنا كرم الضيافة وبيقص كرم الضيافة بصفة عامة يعني بالنسبة للشعوب إنه في شعوب كريمة من طبعها الكرم والعطاء المتزايد والمحبة والترحيب والشعور بإنه يعني أنت في بيتك آه يشعرك إنك في بيته أو في وطنه أو يعني يعني مش غريب أنت مش غريب دي كلها الصور للكرم إنه نشعر القادم أو الضيف بإنه إحنا اللي ضيف عليك يعني بعض الناس يقولوا للشخص الضيف من كرمهم ومن محبتهم يقولوا أنت صاحب البيت وإحنا ضيوف عليك منتهى الكرم أو يقولوا له اخدم نفسك بنفسك إحنا مش نعزم عليك بالظب ده بيتك اعتبر بيتك وإحنا إحنا اللي ضيوف عليك أنت خذ راحتك خالص وخذ ده كرم جميل يمكن بعض الشعوب ما تتحلاش به لكن شعوب كتيرة جدا وبلاد كتير قوي تتباهى بهذا الكرم إنهم يحطوا ضيفهم في عنيهم حتى إنه عندنا مثل جميل حتى في حالة لو في مشكلة بين اتنين ويقولك من جالك بيتك جاب الحق عليك خلاص مدام هو جالك واجب كرامه ومحبته مهما كانت الخلافات أو مهما كانت المشاكل أو 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 بدام جالك عندك وبيتك فخلاص بقى لي حق عليك بقى لي واجب عليك ده نوع من الكرم أيضا طب أسس فيه الناس بتقول أنا إمكانتي على قدي ما قدرش أعزم حد عندي في البيت ما قدرش أكرمه لإني أدبك دخلي على قد أسرتي والقد حالي فإحنا عملنا مقابلات مع الناس وسألناهم هل الكرم يعني مخصص للأغنياء فقط ولا ممكن الفقراء كمان يستضيفوا الناس عندهم في البيت ويكرموهم فهنشوف مع بعض الفيديو كليب ونرجع نتناقش مع حضرتك في اللي هيقوله الناس وإيه تعليق حضرتك على اللي هيقوله أكيد الكرم مش شيء بيعتمد على الحالة المادية أو الحالة الاجتماعية للشخص الكرم هو صفة في ناس بتتحلى فيها بتتحلى بهذه الصفة صفة الكرم وفي ناس ما بتتحلاش بالكرم ده بيبقى غالباً بتكون من الصغر الابن أو البنت اللي تربوا في أسرة فيها كرم وفيها ضيافة للناس كرم في الوقت كرم في المادة فبينشأ الطفل على هذا الكرم وبيتربغ بداخله ما بتعتمدش كتير على الحالة المادية سواء كان الشخص غني أو فقير في ناس فقر كتير يقدروا يعطوا عندهم هبة العطاء ونعمة العطاء أكتر من ناس أغنية الكرم والبخل برأيي سيان وهم جزء من طبيعة الإنسان والمثل بيقول لا تلوم الكريم على كرمه ولا البخيل على بخله ما فيك تلومه لأنه هيدا بالطبع وكلنا بنعرف كمجتمع عربي قصة حاتم الطائ وطبعا هلأ هالقصة توسعت وتطورت وصار في عندها ضروب عديدة ولكن يتبقى العبرة إنه إنسان مشهد له بكرمه ومش بالضرورة الإنسان يكون قادر حتى يكون كريم مستذكر الأرملي والفلسان بقصة المثل اللي عطاه يسوع المسيح آخر فلسان عنده قدمته أنا اليوم وقتلي بشارك بشو ما عندي بقدر شارك مع أخي الفقير بقدر شارك مع أخي المحتاز بقدر شارك مع المجتمع اللي حوالي هيدا تجلب السعادة لي قبل الآخرين الكرم هي من عدات العرب إذا نرجع للتاريخ الكرم هو شيام من عدات العرب فالكريم هو بيتربى ببيته على الكرم على العطاء على المحبة نتذكر هون فلس الأرملة بالكتاب المؤدس هي كانت كتير فقيرة وعطيت كل اللي عندها فهو غير مرتبط أبدا بالغنى أساس بعد ما شفنا مع بعض المقابلات تقريبا كلهم أجمعوا أن الكرم مش مكتصر بس على الناس اللي عندها إمكانيات وغناي لكن ممكن كمان الفقرة يستضيفوا ناس حتى لو بقى أقل حاجة يعني اللقمة هنية بتكفي مياه زي ما بيقولوا فدي برضو تعتبر كرم مش كده أكيد طبعا الكرم مش مرتبط أبدا بالغنى أو الطرف أو لا الكرم هو صفة جيدة بيتحلى بيها الخيرين من الناس والمثل الحلو يقول الجودة بالموجودة نظر وبعدين الله إله محب ورحوم وما بيسبش الكريم يغرق زي ما بيقولوا يعني برضو مثل حلو عندنا يقول إنه الكريم لا يضام بمعنى إنه ما يحتاجش وما يتفضحش وما ي... دايما مستور من الله ودايما بتحضرني قصة كنت في زيارة ملجأ في أصيود اسمه ملجأ لليانت رشر وليانت رشر دي كانت ست طيبة جدا وكريمة ومعطاقة عملت ملجأ للأيتام وتقريبا كان في العشرينات أو التلاتينات بدأت ومرت بظروف صعبة جدا 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 من ضمن القصص اللي موجودة إنه في يوم الأيام كان عندها حاجة وثلاثين طفل وطفلة طبعا معظمهم يتامة وبتعولهم وكان عندها يعني يدوب ما يكفي لوجبة العشاء للأطفال بالكاد يكفيهم وجيب الليل أسرة جاية من بلد تانية وكان عندهم مشكلة طار وكانوا هربانين من بلد تانية وزوج وزوجة ومعاهم أولاد ولجأوا للملجأ ده بالليل وكانت الدنيا شتة وساعة وبالليل لجأوا للمكان ده يحتموا بي فما كان من الأم اللي ليانت راشر إلا أن قدمت كل ما عندها وتقول أنا يعني ما كنتش عارفة الأطفال هتعشوا إيه ودول أطفال يتامة وكده ولكن ركعت وصليت وطلبت من الله إنه يتصرف ولمجرد أن أنهت الصلاة شوفي كرم ربنا سريع إزاي مجرد أن أنهت الصلاة ما سبهاش الله فريسة للزنون والشكوك ويطرى الأولاد هتعشوا ولا لا أجيب منين والكلام ده كله إلا أنه جيت أبرع في الحال كبير جدا كافى الملجأ لمدة عشر أيام أخرى فالله كريم مش هيسيب الكريم يضام لكن هي بتبقى هواجس في عقول الناس أنه يمكن لما أعزم أو لما أدي أو 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 يمكن ده يأثر علي يمكن ما لقيش يمكن 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 لا الله كريم وبيحب الكرمة وبيحب اللي بياخده من صفاته وبيكرمهم وبيعوضهم كتير كتير جدا ويقول الكتاب المقدس ما أكرم رحمتك يا الله فبانوا البشر في ظل جناحيك يا احتمون ما أكرم بمعنى ما أعظم يعني ما فيش أعظم من كده كرم تاني فإذا كان الله بيكرم الكرماء وغير الكرماء وبيكرم كل الناس وبيكرم حتى الذين لا يؤمنون به وحتى الذين يسخرون من فكرة وجوده بيكرمهم الله في كل يوم وبيديهم نعم وبركات وحاجات كتير فبالأولى هيكرم الكرماء الذين يتحلون بصفة الكرمة ومش هيشعرهم أبدا بأنه هذا الكرم أثر عليهم سلبيا أو فقرهم أو 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 الكلام ده كله مش ممكن أبدا يعني أساس يعني ضيافة الكرم مش لازم عزايم وأكل فخم وكميات وأصناف ممكن حاجة بسيطة جدا تعتبر برضو كرم ضيافة يعني بيقولك كوب ماء بارد يعتبر ضيافة بالزبط بالزبط ومثل تاني عندنا برضو يقول إيه بصلة المحب خروف مظبوط بس خلي بالك قلب بصلة مين بصلة الكاره ولا بصلة لا ده بصلة المحب يعني تكرم بمحبة بشو أنت كاره بالزبط أو غزبا عنك أنت بتكرم الناس دي بالزبط كده بالمحبة أحيانا نروح نزور بيوت ويقدموا المية ونشعر أن المية يمكن أغلى شيء على وجه الحر يقدموها بحب وبضيافة وبكرم برضا برضا مظبوط وأحيانا أخرى ممكن تروح تزوري حد ويقدم لك حاجة كبيرة جدا بس تحسي أنه لمجرد أنك ضيف تقيل عليهم المجرد أنه بس يعني يشعرك أنه البيت ده يعني فيه خير وبيت غاني لكن لكن غير مرغوب فيك لكن الكرم المغلف بالمحبة هو الكرم الحقيقي هو ده الكرم الحقيقي الإنسان يحتاج للمحبة إحنا كبشر محتاجين في كل وقت نشعر بالمحبة إن إحنا محبوبين محبوبين مرغوبين ومحبوبين من الآخرين ده في حد ذاته كرم كبير جدا يغنينا عن أي حاجة تانية ممكن تقدم لنا أنه نشعر بمحبة ونشعر باشتياق ونشعر بأنه الناس بترغبنا بتحبنا إحنا مقبولين عندهم ده في حد ذاته كرم كبير جدا أكيد طبعاً الواحد لما يحس أنه هو مرغوب وأنه هو مش ضيف تقيل على الآخرين بيحس أنه هو في بيته إنه هو مش مستغرب إن الناس دي فعلاً قبلاه يعني بكل ما فيه نشوف كرم سيدنا ومخلصنا يسوع يروح يجيب مية ويخسل أرجل التلاميذ ده منتهى الكرم كرم أخلاق هو المعلم هم تلاميذه فإن المعلم يخسل أرجل تلاميذه ده كرم كبير جدا وعالب يدينا درس في التواضع في الكرم أيضاً إنه رغم إنه ده ملك الملوك ورب الأرباب إلا إنه بتواضعه بالمحبة يظهرها لتلاميذه بيعلمنا الكرم عشان يعلمنا الكرم والتواضع والمحبة فإحنا من باب أولا يجب أن نمارس هذا الكرم ونتحل بيه ويعني أنا ساعدت بالأخ اللي قال إنه الكرم لا تلوم الكريم على كرم ولا تلوم البخيل على بخله لكن عايز أقول حاجة يستطيع البخيل أن يكون كريماً رغم إنه مر في السنين طويلة من الإمساك أو البخل أو 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 إلا إنه حينما يقتنع إن الله كريم ويحب الكرماء ويقول ربنا حاجة حلوة أوي 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 جميلة يقول إيه؟ أكرم الذين يكرمونني الكرم مش بس من الله للإنسان لكن من الإنسان لله ومن الإنسان للإنسان طيب إزاي يكرم الإنسان الله؟ طيب أستيس إحنا ناخد فاصل ونرجع نتكلم عن كرم الله معانا أعزائي المشاهدين ابقوا معنا بعد الفاصل يا أكرم الأكرمين يا رب الغناء يا عظيم السخاء كلي الكرم يا مالك الملك يا من له الكل يا واهب العطاء لأهل الكرم يا من تحب كل عطاء وتنعم على أبناء الكرم لو أدرك الناس أنك وحدك مالك الأملاك واهب الكرم ما كانوا يمسكون بشح وبخل ولا يكنزون ويحجب الكرم غافل كل من يحسب أنه يملك في الدنيا ولله الكرم فسأل كل من رحل عنها هل أخست منها إلا الكرم؟ وهل تركت في دنياك ذكرى أفضل من العطاء والكرم؟ فعمل يوم تلقى ربك وعاهد قلبك على الجود والكرم تسعد في دنياك كريما ورحمة من الله إله الكرم أعزائي مشاهدين عدنا تاني وحلقة الكرم أسيس بعض الناس بيقولوا أن الله مش عادل في موضوع الكرم ده مع كل الناس يعني فيه ناس بتاخد كرم زياد عن اللازم من الله وفيه ناس ما بتاخدش خالص كرم وفيه ناس حاجات بسيطة يعني لذات سداد احتياجاتهم ففعلا الفكرة ده حقيقي أن الله بيغضك على ناس وناس لا هو هذا الفكر نابع من عدم الثقة في خطة الله إذا الإنسان عنده ثقة أن الله له خطة في كل إنسان قد تتضمن الخطة أن يكرم هذا ثم يتأخر عن هذا لصالحه وليس إكحافا أو كراهية أو غضبا لأن شمس الله تشرك على الأبرار وعلى الأشرار مش كده الله بيدي نعم وبركات للكل يمكن النهاردة في خطة الله فلان ياخد كرم أكتر شوية وبعدين بكرة في خطة الله فلان الآخر ياخد كرم لو إحنا مؤمنين بخطة الله بمعنى أنه إذا الأم بتطعم أطفالها وبعدين بتبدأ بطفل الآخر بيبقى متأكد أنه بعد ما هتخلص إطعام الطفل ده حتطعمه هو كمان هو واثق ومتأكد ولذلك هو مطمئن ومستريح وإذا الإنسان بيكون واثق ومطمئن إلى خطة الله وبإنه إذا حجبت عنه الخيرات إلى وقت ما أو إذا كانت مش بالقدر اللي هو شايفه فده خطة من خطة الله وده يعني بيتطلب مننا وعي للتفريقة بين ما يكفينا وما نريد أن نحوز عليه أو نملكه لازم يكون عندنا الوعي وعلى فكرة بدون التقوى وبدون معرفة الله مش هيوضح الفرق ده مش هيوضح فاللاقي ناس عندهم كتير يكفيهم وزيادة لكن عايزين أكتر وأكتر وأكتر ليه ما فيش قناعة ما فيش في طمع بالضبط في طمع بينما الإنسان كل ما بيقرب من الله كل ما معالم الطريق بتوضح بيبقى عارف هو محتاج إيه مظهور وإيه اللي يسدد احتياجاته بس إيه اللي يكفيه بس الإكتفاء إنما مش طامع في أكتر من اللي يكفيه ومش يعني يقوله عليه زاهد مش هاوي إنه يكوم ويكوش ويعبي ويكون عنده كتير وا 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 يمكن بعض الناس يرجع ده لإنه يقولك معرفش الأيام فيها إيه مش عارف الدنيا فيها إيه مش عارف بكرة حيكون إزاي فلازم النهاردة ده خوف ده خوف لأنه الله مش مارن قلب الإنسان رافض إنه يملأ قلبه بالله رافض إنه يطمئن بكرم الله وعطاء الله لكن حاسس إن الدنيا بتتزلزل وفي لحظة ممكن الأمور فيقولك أبقى عامل حسابي عامل حسابك لإيه الله اللي بيعولك مش اللي أنت بتعبيه ده أو اللي أنت بتحوشه أو اللي أنت مش هو ده اللي هيعولك ده الله اللي هيعولك وكم من ناس شالوا وحوشوا وفي لحظة ضاع مضبوط وكم من ناس أعلهم الله إلى آخر حياتهم بكرمه ونعمته وكانوا في منتهى السعادة لحد آخر وقت بدون ما يكونوا محوشين أو مخزنين أو كده طب في مقولة بتقول إكرام الله هل الإنسان المحدود يستطيع أن يكرم الله هو الله محتاج للكرم بتاعنا الله هو أبو الكرم ورب الكرم ومش محتاج لشيء مننا أبدا طبعا يعني غير ما نقولها لكن الله يحب أنه يشوف أولاده كرماء مش كرماء باللسان فقط ولكن أيضا بالفعل فيقول اكرم الله من مالك يعني لما نروح لأمثال ثلاثة تمانية وتسعة يقول فيكون شفاء لسرتك وثقاء لعظامك اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك هل عشرنا وعطيانا اللي بنيديها لله هل الله محتاجها هل الله محتاج للعطيانا ده هو المعطي هو لكن هو اختبار إيمان الله عايزنا إحنا نفسنا نشعر أنه بنرجع شيء لأنه العلاقة بيننا وبين الله علاقة شكر ومحبة بنعبر عن هذا الشكر وعلى فكرة كل أشكال عبادتنا كل أشكال عبادتنا هي أشكال مختلفة للشكر لله الصلاة هي شكر لله إرجاع العشور والعطايا هو شكر لله الصوم هو شكر لله ولما نفهم حقيقة هذه الأعمال بنعملها بمحبة وبارتياح بنرجع حق الله وما نقولش بندي الله عشور أو لا إحنا بنرجع لأن إحنا وكلاء على كل ما يعطيه لنا الله إحنا مجرد وكلاء وهو في حسابة وكلته العظيمة جدا يقول الدين يجزء وخد تسعة ده مش عطاء لله حشر الله أنه يعطي الإنسان الله لكن هو بيكرم الله عمليا حتى يتأصل في قلبه صفة العطاء والكرم فيفيد أيضا على الآخرين من كرمه ومن عطاءه طيب أستيس طاعة الله تعتبر كرم لله؟ أكيد وضحنا أكيد طبعا طاعة الله هي إكرام لله والكتاب المقدس بيكلمنا عن طاعة الله للأسف شديد الناس كتير قوي بيطيعوا الله زي ما قلنا بحسب تخمنهم أو توقعهم أنهم بيطيعوا الله فعلى سبيل المثال وصايا الله العشر المكتوبة في صفر الخروب صحاحة 20 واللي كتبها الله بأصبوع على لوحي الشريعة عشر وصايا قانون أزلي قانون دائم قانون دائم لا يزول أبدا ولذلك سجلوا الله بأصبوعه على حجرية الشريعة فبنشوف أنه النهاردة العالم بيحفظ تسعة أو بيقر بحفظ تسعة ثم لا يقر بحفظ الوصية العشرة إزاي؟ إزاي أخذ من كلام الله ما يتوافق مع معتقداتي أو مع تقاليدي وأترك ما لم يوافق مين بيقرر ده يتحفظه ده ما يتحفظه فيقول مثلا الله عن الوصية الرابعة الوصية المهملة اللي هي وصية حفظ يوم السبت فيقول في أشعياء سفر أشعياء الصحاح 58 والعدد 13 و14 يقول إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مصرتك يوم قدسي ودعوت السبت لزة ومقدس الرب مكرما يبقى أكرمت مقدس الرب بحفظك للساب إيه اللي حيتم فجعلت مقدس الرب مكرما ومقدس الرب مكرما وأكرمته عن عمل طرقك وعن إيجاد مصرتك والتكلم بكلامك فإنك نائزين تتلزز بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض وأطعمك مراسي عقوب أبيك لأن فهم الرب تكلم شوفي خاتم الآية بإيه لأن فهم الرب تكلم ده الله اللي بيقول مش الإنسان الله اللي بيقول مش الكنيسة الله اللي بيقول مش الأسيس الله اللي بيقول لأن فهم الرب تكلم يعني خد بالك يا إنسان اوعى للكلام لأنه ده كلام الله عايز يقول كده الله عايز يقول لنا خلوا بالكم أنا اللي بقول أنا اللي بقول إن أكرمت اليوم بتاعي وجعلته مكرم وحفصته من عمل مصراتك وعن كل ما تشتهيه نفسك وكل ما يعود إليك أنت بالنفع إذا عملت كده شف بركات الله حتكون عليك إيه بيسمي ده إكرام لله طيب دي إكرام لله ده وصلنا لآخر سؤالي أستيس إن هل الله بيكرم الذين يكرمونه طبعا يقول وأكرم من يكرمني أكرم الذين يكرمونني اللي بيكرموا الله بيكرموا الله بالتقوى لأنه مستحيل نقدر نكرم الله بدون ما يكون لنا تقوى وعلاقة قوية مع الله هو ده الطريق الوحيد لإكرام الله طيب والناس اللي ما بيكرموش الله هل الله يكرمهم هو بيكرم الكل الله بيكرم الكل سواسية سواسية مش بيميز واحد عن الثاني أكيد 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 كرم الله على الجميع طبعا يعني يعني ما يقولش عشان أنا مش تابع الله مش بيكرمني أو ربنا غضبان علي أو زعلان مني لكن مسواق الله عادل الله بيكرم الجميع بيعطي الجميع بس هل المؤمنين مميزين في الإكرام؟ بحسب خطة الله وليس بحسب رأينا أو أراءنا أو أفكرنا أوكي مرسي أسيس جداً على حلقة العطاء دي وإنت أعطتناك كثير وكثير يا أسيس في الحلقات اللي فاتت وفي الحلقات اللي هتيجي إن شاء الله هتعطينا أكتر شكراً أعزائي المشاهدين العطاء والكرم صفة جميلة جداً يجب أن تحلق بها كل إنسان لأنه كرم الضيافة وكرم الأخلاق ومن الصفات المحببة جداً لدى الإنسان عند الله وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أرجو اتصال بنا أو إرسالنا على البريد الإلكتروني بصر على الشاشة وإلا أن نلقاكم الرب معكم اشتركوا في القناة